عزيز المشاهد مساء الخير وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان طوال الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن الحياة الزوجية والمشكلات اللي بتواجه الزوجين وإزاي يكونوا بيتغلبوا على هذه المشكلات الحقيقة واحدة من التحديات اللي بتقابل أي أسرة وأي بيت هي التحديات المالية وفي مرات كتير بيحصل شد جوه البيت بسبب المصرفات ربما يكون أحد الزوجين مسرف بزيادة التاني بيبقى بخيل بزيادة فبيحصل شد وجزم هنحاول في حلقتنا النهاردة نتكلم عن الإدارة المالية جوه البيت من اللي ليه حق الصرف إزاي الأسرة تكون بقدر الإمكان أدرة تكون عيشة عيشة مستقرة ما فيهاش صراعات مالية ولا احتياجات مالية طبعا الأوضاع دي بتختلف من أسرة لأسرة يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب ضيفي الكريم نيافة الأنبة مكسيموس أهلا وسهلا وجود نيافتك معا أهلا بك جناب الأسيس وحوارك الممتع كما فيه كل مرة الحقيقة موضوع الفلوس ده بيبتدي بين الزوجين من قبل الجواز يعني ساعة الخطوبة وساعة الاتفاقات وممكن بعد الزواج الأمور تتغير والأمور تختلف واللي كانوا بيظهروا بيه أيام الخطوبة مثلا واحد بيظهر أنه هو كريم علشان الفترة دي تعدي ممكن ييجي بعد الجواز يظهر على حقيقته ما يكونش كريم ولا حاجة فإزاي نيافتك شايف الإدارة المليئة والبيت إزاي الدنيا تمشي بطريقة سليمة وأنا الحقيقة أحب أبتدي من التقنين قواعد القانونية لأنه إحنا هنتكلم كلام كتير ومثلة كثيرة سنؤسس على المحبة والتفاهم وهكذا بس بالأسف الشديد أنه الكلام اللي احنا بنقوله وحنقوله والمثالية اللي علمها لنا الإنجيل لم يعد كل الناس ملتزمين بهذه المثالية بس احنا برضو هنقدم الوجه المثالي ولكن عشان تبقى المسائل يعني صحيحة من وجهة نظري وخبرتي كراعي للسنين هذا عدده أشكر الله أحب أذهب إلى المنطق اللي ذهب إليه المجتمع الأمريكي يعني رغم عيوبه الكثيرة والمآخذ الكثيرة عليه لأنه فيه جوانب إيجابية ومنها تنظيم قانونية الأسرة والزواج والطلاق والحقوق وهكذا يعني مثلا عشان نبتدي بقى التطبيق مباشرة دلوقتي ليس الطلاق سداح مداح كما يتخيل الناس لا الطلاق له ضوابط طبعا والذي يريد أن يطلقه ظلما بيدفع الثامن غاش فأول هذه القواعد أن كل طفل هو ملتزم أن يدفع لأمه نفقة 300 دولار على كل طفل ده على اعتبار طبعا أنه الأم بتشتغل أو ما تشتغلش ده مضحة لكن الأطفال عليه أنه ينفق عليهم فإذا هو طلق عليه أن يدفع عن كل طرف 300 دولار طبعا إذا قلتلك أن متوسط الأجور هو الألفين دولار يعني فيبقى لما هيدفع عنده ثلاث أطفال نص المرتبين آه قصص عملية فهو بقى هيبتدي يعيش بالألف دولار حياته شزفة فالمجتمع بيعاقبه مش بقى بيعاقبه بمعنى بيدربه على عيده لا بيحمله مسئولية أنه تزوجه وأنجب هؤلاء الأطفال وهو مسئول عنه نحن في الشرق يعني لم نسعى لهذا التقديم طبعا أنا بتابع اللي بيحصل في مصر وساعدت جدا بالفكرة اللي طرحت في أحوال الشخصية للمسلمين بأنه الزوجة تحصل على نصف الثروة التي حققها الزوجان خلال فترة الزوجية طبعا ده ما عمود بيه في أمريكا آه فاللي هيطلق هيقسمه بالنصف الثروة اللي اتحققت في الحياة الزوجية بمعنى البيت البيت اللي هم عايشين فيه آه ليكن البيت باسم الرجل هذا لا يلغي أنه لو حدث طلاق آه هذا البيت طبعا لو كان اندفع عن نص ثمنه مثلا حيتباع ويتاسم الحصيلة عليهم الاثنين وهتأخذ هذا النصف آيه فنرجع بقى لرأس الكلام بتاعنا وأقول أنه المسألة مطروكة لأريحية الرجال وآآآ تعاون المرأة آه وده هذا ليس عدل آيه فأتيجي زوجة تشتكيني وتقول لي آآآ زوجي بيعطيني آآآ كل شعر ستمائة جنيه ويقول لي اصرفش وانا اعرف ان دخله مثلا آآآ تلاتين ألف جنيه آآآ في الشهر بدون مبلغة بقول لك أرقام حقيقية آآآ وهي كمان دخلها تلاتين ألف جنيه آآآ مثلا فهم الاثنين دخلهم ستين ألف جنيه وهو بيديها ستمائة جنيه اللي أصرفي من الستمائة جنيه يعني هو عايش لسه في عصر آآآآ آآآ تتعان خامون ماش دريان ان الجنيه آآآآ ستمائة جنيه أصبحوا طيب ايه اللي يحسم الموضوع مفيش حاجة تحصل الموضوع فالموضوع متروك بقى للمعاناة آآآ فأنا أريد أن أبدأ من هنا إنه كما أن الدولة بسطت سيطرتها بحق طبعا على نظام الزواج من خلال المحاكم بحقود الزواج فإن الدولة اللي عملت عقد الزواج هذا أو الذي عمل بسيطرتها هي ملزمة أنا بقصد الدولة هنا بمجلس الشعب بكل أجهزاتها يعني القضائية وتشريعية فهي ملزمة إنها تضع لهذا العقد وهذا الزواج القواعد المنظمة في الحياة الزوجية ماليا وليس أن الناس تترك ل لظروفها اللي طلع بخيل على أولاده وعلى زوجاته أن يعانوا واللي طلع كريم بعكس هذا إلى آخر فإذا أنا عايز أبتدي من جزئية أن هؤلاء نقص واضح في التشريع في قواعد الإدارة المالية للحياة الزوجية ابتداءا من تكوين الأسرة انتهاءا بالانفصال أو الطلاق لا سمح الله إذا حدث ده نبرت واحد أما بقى لو ذهبنا إلى النماذج اللي أنا عايشتها في خدمتي فالحقيقة ما فيش نموذج واحد لأنه المسألة بتتنوع بين الناس اللي عندها دخول كبيرة والناس اللي عندها دخول محدودة ولكن يعني أبتدي بالنموذج المثالي اللي قابلته في خدمتي الرجل وزوجاته ما بيتخنقوش وبيحبوا بعضوه قايسين قوي وبيربعي لهم بهذه السلاسة أول الشهر بيجيبوا المرتب بتاعه المرتب بتاعه ويعشروهم يعني يحذفوا العشر طبقا لتعليم الكتاب مؤدس ويضعوا العشر فيه سندوق مستقل وده مش فلوسهم بقى دي اللي هيصرفوا منها على مساعدة الفقراء خدام الكنيسة إلى آخره احتياجات الكنيسة إلى آخره والباقي بيحطوه في في علبة والعلبة بتتحط في الدولار وبيصرفوا منها هم من اتنين المصاريف السابتة الأكل والشرب والكهرباء والغاز إلى آخره بتندفع ما تلقى أي المصاريف غير السابتة هو احتاج إلى مبلغ بيقول لي زوجته أنا أخدت من العلبة الفلوس هذا المبلغ عشان هنعمل به كذا وهي كذلك إذا احتاجت مبلغ بتعمل نفس الشيء وهكذا بتعيش الأمور بسلاسة وسلام فائقين طبعاً عندما تساني بتقول لي بقى كم أسرة شفتها بهذه السلاسة كتير بس مش وليس هذا هو الشائعة ولكن بقى ناخد نموذجين نموذج للأسر المحدودة الدخل اللي الأسرة محتاجة لكل ما ليه سواء من دخل الزوج أو من دخل الزوج فما يحدث هو أنه أحد الطرفين بيمسك المصروف وهو اللي بيصرف بالاتفاق مع التاني يعني هو اللي مسك الخزنة هو أمين السندوق وبيبلغ شريكه أنا بعمل كذا أنا عملت كذا وبعمل كذا والأمور بتسير على هذا النحو أحياناً بيبقى الزوج هو اللي بيقوم بهذه المهمة وفي الأحيان الأكثر بتكون الزوجة أو ربة البيت يعني هي التي تدير البيت المثال التاني ناس يعني دخلها جيد فبيتفقوا مع بعض الدخل كبير وكل واحد عنده ميراس وعنده مرتب كبير أو عائد تجاري كبير أو إلى آخر فبيتفقوا مع بعض أنه كل واحد فينا سيضع في حصالة البيت الرقم الفناني خلينا نقول مثلاً عشر تلاف كل واحد عشرين ألف كل واحد هم نتكلم عن ستدخلها كبيرة يمكن نقول بها أكتر من كذا لما الحصالة بتفضح بيزودوها تاني كل واحد برضو بنسب متساوية وهذه الحصالة هي اللي بتصرف على شؤون البيت وكل واحد عنده دخله بيوظفه بطريقته هو فعلاً بيوظفه في مصلحة البيت برضو والأولاد بس هو في حوزته فعنده شكله من أشكال الاستقلال المالي وهي كذلك عندها شكله من أشكال الاستقلال المالي دي يعني النماذج الناجحة اللي اللي أنا عايشتها ما بين محدود الدخل يدوب الحكاية على الأد على طول وبتمشي بهذا الشكل أو هناك واسع في الدخل فبتمشي بذلك الشكل الفكرة جوهرها التفاهم والتعاون والمحبة وإذا إذا لم يتغفر بقى المحبة والتعاون هنرجع لفكرة القانون والتقنين طيب ما تخرج للعمل من أساسه سدقني سدقني الفكرة دي موجودة في عائلات كثيرة ليس من زاوية أن الرجل هو الملزوم ولكن من زاوية الاستحسان يعني لما يبقى الدخل جيد فيبقى لماذا تذهب المرأة اللي عمل مدام الدخل مطاف طب ما تقعد ربي الأولاد وتعتني بهم وهم أطفال تعتني بطفولتهم وهم لما يكبروا تذكر لهم وإلى آخره وهذا بيحدث ليس من قبيل هذا الرجل هو اللي لازم يعمل ولكن من قبيل الاستحسان لأن المرأة هي التي تحمل وتلد وتربي وترعى البيت بس واقع الأمر أنه الحياة بقت ضاغطة بدرجة أن يعني دخل فرد واحد الزوج أو الزوجة أصبح مش قادر يغطي احتياجات الأسرة بس في عامل تاني متأسف أن أقوله مكنتش حب أقوله وهو السلبيات اللي ممكن تأتي بعد كده يعني إذا قال الزوج لزوجته لا أعودي في البيت وأنا حصرف على البيت ماذا لو أن هذا الزوج يعني تصرف بطريقة سلبية في أمنته أو في علاقته بزوجته أو في حياته الأسرية يبقى وضيع عليها أن يبقى عندها مورد لدخل وفي الآخر يتصرف بطريقة سلبية أنا طبعا كراعي شفت مقاسي كتير وشفت نمازج إيجابية كتير عشان كده أحب أروح للتوازن أحب أنه إذا كانت المرأة عندها فرصة تعمل وتعمل دخل تعمل وتعمل دخل إذا كان فترة الرعاية تحتاج أنها تأخذ أجازة بدون مرتب رعاية الأطفال يعني لغاية ما الأطفال يروحوا المدرسة مثلا تعمل كده بعد كده تستقنف العمل حتى يبقى عندها دخل سواء إذا كان هذا بمعنى أن تعاون زوجها أو كان بمعنى أن تؤمن نفسها الفكرة المثالية أو بمعنى آخر تعليم الإنجيل صار محصور في شريحة غير واسعة من البشر ومن ثم لابد أن نشرع ونسن للناس أساليب عملية وواقعية وموضوعية في حياتهم قرار الصرف في البيت قرار مين قرار الزوج ولا قرار الزوج أحنا هنرجع بقى لفكرة قرار مين مفيش حاجة أسمع قرار مين هو لابد أن القرار يكون توافقيا توافقيا وتوافقيا في حالة إذا ما كان الدخل محدود واللي جاي رايح فما لازم يكون القرار توافقيا ولكن إذا كان زي المثال بتاع أصحاب الدخول الكبيرة الدخل كبير يبقى مفيش قرار الفلوس كتير واللي ماسك المصروف هو اللي بيصرف وكل واحد بيجيب اللي هو عايزه كله عنده فلوس كله عنده دخل عايز يشتري بيته جديد معه الفلوس تشتري مفيش قرار عايز يجيب أساس جديد هي عايزها تجدد الأساس تجيب مفيش مشكلة فالمشكلة تخص الدخول اللي مبلاش المحدود إلا على قد يعني ممشية المركب بتاعة البيت فليست قرار مين وليست ولكنها لابد إنه يبقى فيه اتفاق حتى لو واحد ماسك السندوق هو اللي بيصرف لازم يقول للشريكه ويشور عليه أول باول ويأخذ رأيه مش إنه هو اللي ماسك السندوق يعمل مبداله ويتجاهل شريكه أو يكون هو مثلا الرجل هو اللي بيصرف يستبد برأيه والصور اللي احنا بنشوفها في شرقنا لا هذا طبعا غير مطلوب رأيك في موضوع الادخار يعني هل ده مطلوب ولا ده عدم اتكال على ربنا هو طبعا في قصص في التاريخ ناس فلست بلدها بسبب إنه قال لهم الادخار مش صحيح وخلى البلد فلست يعني ما علينا الادخار أظنه مطلب أساسي بس بس يبقى فيه مساحة للادخار يعني برضو هنروح نقول إذا كان دخل الأسرة اللي جاي على قد الرايح ما ينفعش إنه يبقى الادخار على حساب الحرمان من أشياء الأولاد محتاجينها أو على حساب إنه الولاد يبقى عايزين كمبيوتر وصاحبنا عايز يتدخر في يسيبهم كلهم بكمبيوتر واحد ويبقوا مش عارفين يذاكروا حاجات بالشكل هذا طبعا طبعا دي كلها نمازج أنا شفتها بعناية في الرعاية يعني مش بابتكرها هذا طبعا شيء غير محمود لأنه في الآخر بيعمل كوم من المدخرات بس خرج أولاد محرومين من الاستمتاع بالحياة سخطين عليه مجروحين إلى آخره فإذا نقول الإدخار واجب ومهم وبس على ألا يكون على حساب الأسرة أو يتسبب عنه شكل من أشكال الحرمان أو جوع بعض بعض ساعات الناس بتعمل حاجات جارحة يعني عشان تقلل النفقات في مصاريف البيت في أمثال شعبية يعني بتشجع على الصرف وعدم الإدخار مثلا يقولك أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وأسيبها على ربنا وكل يوم هيجي برزقه هذا هو الغباء بعينه يعني يعني عملية ب فقدان الحكمة والبصيرة بيتعمل لها فرمة من الأمثال والتدين وربنا بيرزق ومعرفش إيه إلى آخر المسيح ما قالش كده المسيح قال إذا أراد أحد أن يبني برجا فليجلس أولا ويحسب النفقة فكلمة بقى يحسب النفقة ما هي دي الفكرة الجوهرية بتاعت الإدخار يعني مش تدخل أنت في مشروع أنت مش قده وتقول ربنا حيرزق أو يروح يخلف أربع أو خمس عيال وهو دخله محدود يقولك ربنا حيرزق فغيبة الحكمة وحساب النفقة وبغطاء من الشعرات أو الأمثال الشعبية اللي أنا بسميها ألغبية وغير الحكيمة أو بصياغات دينية يقولك لا تهتموا للغد الرجل الخرب البلد بتاعته تقول لهم كده قال لهم المسيح قال في إنجيل لا تهتموا بالغد أي وهو قالك لا تهتم بس ما قالك شيء لا تتدخر لا تكن مهموما بالغد في فرق بين لا تكن مهموما بالغد وبين لا تتدخر لأنه بالعكس بقى فيه أمثالة في العهد القديم في حكمة سليمان في الأمثال بيمتدح فيها بيقوله شوف النملة بتعمل إيه بتخزن طعامها في الشتاء في الصيف يعني للشتاء ف يعني فيه نوع من التداخل في المفاهيم والسزاجة المقصودة اللي الناس والأطفال بيدفعوا تمنى بعد كذا هل فيه مبادئ كتابية مسيحية نقدر نحطها قدام أي أسرة مسيحية تساعدهم في إن الإدارة المالية جوه البيت تبقى ماشية بطريقة سليمة بدون صراعات ما هو فيه مبدأ واحد أحب بعضكم بعضا إنه لو هم كانوا بيحبوا بعض ومتفاهمين مع بعض وبيشوروا على بعض وبيفكروا مع بعض وبيحتربوا رأي بعض خلاص مش هيبقى فيه صراعات وهيساعدوا بعض في التفكير كيف توظف الإمكانات المتاحة والدخل المتاح لإسعاد الأسرة وسد الإحتياجات المشكلة بتبتدي من غياب المحبة وبعد غياب المحبة يجي التسلط والكبرياء والشك في الآخر ومن هنا بقى يبتدي بقى الصراعات وأنت ما بتحتربيش رأيي لأ لازم أكون بشاورك عشان يبقى كل حاجة عن يدك مش تبقى شريك لكن إذا واحد عايز ينفرد بالقرار يبقى هو بيخرب على نفسه بيزرع بيزرع الشقاق يوما يعني هو لو كان زوجك ساكت ساكت النهاردة وهيجي يوم ينفجر طب هو إدالك المصروف يعني خلي عندك برضو نوع من التأدير ومدام هو أن تسكك المصروف اشركيه وشورى عليه لكن ما دا أقولك اعملي اللي تشوفيه تقول ما أنت تفتكري أن يعني أنت بقيت رب الأسرة وانت هتعملي كل شيء أو العكس بما أنك أنت الرجل وانت اللي صاحب الدخل الكبير تبقى المسألة تسلط وافترة ما هو دا برضو هتدفع ثمن وبعد كده فإذا المادة حبوا بعض حبوا بعض وعيشوا حياة فيها مشهورة وتفاهم وانت مركبتك تمشي وحياتك تستقر والبركة تيجي لما المسيح قال من أراد أن يابني برجا فليجلس أولا ويحسب النفقة مش دي دعوة برضو للتخطيط والتخطيط المالي الشهري والسنوي مئة بالمئة المسيح ما قالش أبدا الفوضى ولما العبارة بتاعت لا تهتم بالغد أنا شرحتها دلوقتي في فرق بين إنك تهتم وتعول العمل وبين إنك تخطط فهنا فيه سوء فهم العبارات الإنجيل أو سزاجة فيه فهم عبارات الإنجيل لكن كما تفضلت جنابك عبارة المسيح لو الماجل إذا أردت أن تبني برجا فإجلس واحسب النفقة طيب هو ده أساس كل علوم الإدارة والمحاسبة هو كده الموضوع فيه إجاز بسيط جد فإذا لازم يتعامل ميزانية للبيت البيت مش بس للبيت النهاردة ما النهاردة أنتوا ما عندكمش مصاريف كتير لأن الأطفال صغيرين بس جاي بكرة اللي هيروحوا مدارس والمدارس بمصاريف وبعد كده لما ييجي بكرة الحملة هيبقى تقيل يبقى إذن ينبغي ما هو قالك الوالدين يذخرونا من أجل البنين الرسول بولس بيقول أنه ينبغي أن يذخر الوالدين من أجل البنين عشان بكرة لأنه أنت بكرة الاحتياجات ستتراكم وتزيد عليك وأنت مش عارف من الذي سيأتي به الغد وأنت مش عارف هتعيش قد إيه ومش عارف إيه الظروف اللي هتترك فيها أولادك وأنت لم تتدخر لهم شيء فدي جزئية مهمة عاوي أنا أحب برضو أعكد عليها أسيس إنه مدام دخل الأسرة يسمح لا بد أن يكون هناك إدخار ولا بد أن يكون هناك عمل توقع للأيام التي لم تأتي بعد ما هي جاية هنروح منها فيد والمصاريف والاحتياجات اللي هتيجي بكرة لما الأولاد هيتخشوا مدارس لما هيكبروا ويروحوا مرحلة أكبر وهكذا عزيزة مشاهدة حاولنا أن احنا نلقي الضوء على موضوع الإدارة المالية داخل البيت وشوفنا أن الموضوع محتاج تخطيط محتاج يكون فيه شركة محتاج يكون فيه تعاون محتاج يكون فيه جانب قانوني من جانب الدولة علشان ما يحصلش ظلم أو ابتزاز من أحد الطرفين للآخر الموضوع معقد لكن في الآخر اللي بيحل كل هذه المشكلات زي ما اسمعنا المحبة 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 بتجعل البيت يسير في سلام وبالمحبة يستطيع الزوجين ان هما يتغلبوا على كافة المشكلات اللي بتوجيههم في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموش شكرا جزيلا لجود نيافتك معنا أنت صاحب الحوار الشيق يا سيس اللي فتحت جوانب كان لازم نناقشها من أجل الأسرة المصرية شكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا وإذا كان حوارنا أثار لديك أي تساؤلات أو أي استفسارات عنواننا بتظهر قدامك على الشاشة يسعدنا أن نكون دائما على تواصل وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة أتركك في رعاية الله والرب منك شكرا جزيلاً عيش شكرا ترجمة ناني قنقر علم بحسنا شكرا لكم